والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلوات والسلام مرحبا بكل من التحق بنا اللحظة في قناة البيت السعيد اليوم حبيباتي رحمد لكم موضوع مهم يخص النساء عازبات أو متزوجات أو حتى صغار مراهقات موضوع اليوم سيكون على الحصالة حبيت نوري لكم طريقة عن الحصالة أو الشحيحة مع بعض النصائح خاصة للمكثات في البيت بالنسبة للحصالة ندرت ديو دوره نقدروا نديروا هذه الحصالة في المطبخ للنساء المكثات في البيت الصرف تعالحليب ولا تعالخوبز ولا نحطوه في هذه الحصالة بالنسبة للنساء العاملات أنها تعالبيس الصرف تعالبيس ولا كما قلت لكم بالنسبة للعاملات الصرف تعالبيس ولا كيتشري غداها ولا تحطوا في هذه الحصالة ما الشرط المياه والمئتين والتلتمية المهم الصرف وما تحلهاش لمدة عام أو عامين أو حتى أشهر عندما تمتلئ لازم تصبروا شوية وتشري بها حاجة اللي فيها الفايدة بالنسبة للمكثات في البيت خاصة اللي ما عندهمش منين يجيبوا مصروفهم ولا المراهقات اللي يمد لهم باباهم الصرف ولا يمد لهم بهي شريو حاجة ولا يخبوهم بالنسبة للمرأة المتزوجة المكثة في البيت اللي ما عندهاش عمل من مصروف اللي يمد لها الزوج اليومي أو يعطيها مصروف خاص نقص منه وتحط هنا مثلا يعطيها تشري مستحضارة تجميلية أو تشري أي حاجة أو يريد تشري ديك الحاجة اللي عندها تخبيها هنا في الحصالة تحا وتشري بيها الكتروميناجي ولا تشري بيها الحاجة اللي حبها هي تشري بيها وش حبت هي ولا تذهب ولا أي حاجة حبتها هي ولا تحتاجها هي في المنزل ولا تشري لأطفالها وش راها حبها المهم هذي كفكرة في المطبخ تديرها المرأة أو تحطها في شمبرتها أو ديودورو ما يشرحها تبان ولا تدير أي حاجة بلا ما تشري حصالة عدلا على الأصوات بالنسبة للتدبير الثانية اللي هي للمرأة المرضيعة اللي تحب تفطم ولدها لازم تستعمل عن تجربة الدواء الأحمر اللي يديروه للجروح أول قبل ما تبدأ قبل ما تدير الدواء الأحمر أول حاجة لازم تديرها هي أنها تعود طفلها الراضيع على أشياء عفوا عفوا عدلا على الأصوات كما كنت نحكي لكم تعود ابنها في أوقات الراضاعة على البيبرو تحطله في الحليب وتوكلوا الطفل تحت توكلوا مليح تشبعوا بها ما يبكي لهاش وإيده بكى تصبر معاه وهذا الأسبوع الأول تعطيه البيبرو وتعودوا عليه في الأسبوع الثاني تبدأ تنحيلوا رضاعة على الليل حتى لو كان يبكي ولا تصهر معاه ما عليه شيئا مت ويتعودهم في ثلث أيام تعاني معاه ومبعد يتعود تنحيلوا رضاعة على الليل ومبعد تنحيلوا رضاعة على النهار تنحيلوا تدريجيا مش تنحيلوا مرة وحدة في النهار تديروا الدواء الأحمر ولا تدير الحنى ولا كين طرق كثيرة ولكن هذه الطريقة نفلعة جدا لأنه كيشوف الدواء الأحمر راح ولا تشوف بنتك الدواء الأحمر على الثدي راح تخاف منه وكي تمسوا موش راح يطليها ولا وتقول لي تنفر من الرضاعة وحدها ولكن مع الصبر لاش تتبكي ولا تصبر بقاها توكليها مليح ولا توكلي ابنك مليح يستغنى على ذيك الرضاعة يبكي يومين ثلاثة ايام ولكن من بعد تكون يفطمته ويتعود وتسهني من الرضاعة الطبيعية مع ان الرضاعة الطبيعية رها مفيدة جدا ولكن كيكمل عامين خلاص لازم الفيطان هذه هي الدنيا نتمنى يكون عجبكم الفيديو استفدتم منه نتمنى نشوف تعليقاتكم كاشترق الفيطان والله كاشترق الموضوع الاول اللي هو الحصالة ان شاء الله يكون يفادكم الفيديو دايما مع البيت السعيد شاركونا دعمونا وبرتاجيوا مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته